السلام عليكم ورحمة الله أخي الحبيب هل دعوت الله يوماً أن يستجيب دعائك وتأخر الفرج؟ هل ابتليت يوماً بضيق الرزق فدعوت الله وكانت النتيجة أن البلاء قد زاد؟ هل سألت الله يوماً بكل استغاثة وكل إخلاص أن يخلصك الله من شر ما أو أذى ما أو ظلم معين أو ضائقة مادية ثم مكثت أيام وأشهر وربما سنوات تدعو الله وتجد أنه لا إجابة اليوم سأتأمل معك آية مهمة جداً بل كلمات من آية رضي الله عنهم ورضوا عنه خمس كلمات تحلك هذه المشكلة تماماً بعض الناس للأسف يتسرع ويقول دعوت الله فلم يستجب لي بعض الناس كأنه يسخط على الله فيقول ماذا فعلت حتى يبتليني الله سبحانه وتعالى بعض الناس يقول لماذا أدعو الله ولا يستجيب وقد يصل ببعض الناس إلى الإلحاد يقول إذن الله غير موجود كيف يرضى بالظلم كيف يرضى بقتل الأطفال كيف يرضى بهذه الأوبئة والأمراض كيف يرضى بالفقر والذل كيف يرضى بإنسان يصاب بأمراض كثيرة جداً ولا يشفى على الرغم من أنه يستجيب إذن الله غير موجود انظر معي أين بدأنا وأين أصبحنا يعني بدأت بدعوة الله سبحانه وتعالى والثقة به واللجوء إليه والاستغاث به ولكن عندما لم تحدث الاستجابة التي تريدها أنت قد يتطور الوضع إلى الإلحاد والعياذ بالله وهذا ما يريده الشيطان أنا اليوم سأتأمل معك هذه الكلمات الخمسة أخي الحبيب رضي الله عنهم ورضوا عنه لتدرك هذا السر الذي أدركته أنا وأدركه الكثيرون ممن تذوقوا حلاوة هذه الآية وكل ما سنقوله مبني على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إنسان ابتلي بضائقة مادية فبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى ولكن الاستجابة لم تحدث لماذا؟ أنا أريدك أخي الحبيب الآن أن تغير نظرتك للأمور وأن تنظر معي نظرة نبوية كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر للبلاء كيف كان ينظر لاستجابة الدعاء عندما يتعرض الإنسان لضائقة مادية قبل أن تدعو الله يجب أن تسأل نفسك سؤالاً لماذا ابتلاني الله بضيق الرزق؟ إذا سألت البشر من حولك سيقولون لك هناك ضائقة اقتصادية في البلد أو أنك لا تعمل أو أنك كسول أو 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 يردون الأسباب كلها إما لك أو للبيئة المحيطة بك أو للظروف الاقتصادية بشكل عام ولكن الله سبحانه وتعالى يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يوسع ويبسط لمن يشاء ويضيق ويقدر على من يشاء إذن ما دام الله هو الذي يضيق لا بد أن يكون هناك حكمة دائماً أي مشكلة تتعرض لها أخي الحبيب أول شيء التجئ إلى الله وابحث عن الأسباب طيب لماذا اختارني الله عز وجل ليبتليني في هذا الوقت بهذه الضائقة المادية إذن لا بد أن هناك سبب وأن هناك شيء أراده الله طيب في كل القرآن إذا قرأنا القرآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كل آيات القرآن تدل على أن الله يريد لنا الخير ويريد لنا السعادة ويريد لنا الحياة المطمئنة هذا الإله العظيم يحبنا وإلا لما خلقنا أصلا طيب بعد أن دعوت الله ولجأت إلى الله الله ينظر إليك في هذه اللحظة وأنت ظروفك ضيقة جداً ولكنك تدعو الله وتتقرب من الله وهذا ما يريده الله منك لحظ أخي الحبيب إذن هنا أنا بدأت أدرك سبباً مختلفاً تماماً عن الظروف المحيطة به أن الله لماذا اختارني ليبتليني بضيق الرزق إذن الله عز وجل بما أنه يحبني إذن هذا الإله العظيم أراد أن يسمع دعائي أراد أن يسمع ذكره على لساني فهو القائل فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون أراد أن يسمع التجائي له عز وجل وتذل لي أمامه وخضوعي له سبحانه وتعالى لأن لأن هذه عادات الأنبياء أن يكون عبداً لله سبحانه وتعالى متواضعاً ذليلاً بين يدي الله يسعى لمرضات الله ولمحبة الله المفاجأة أن الرزق لزال ضيقاً بل أن البلاء ازداد وبدأ هذا الشخص يتعرض لمرض مثلاً على رغم من أنه يدعو يعني ضائقة مادية ومرض أيضاً سبحان الله طيب هنا هنا قوة الصبر تبرز هنا قوة التحمل بدلاً من أن أقول في هذه الحالة طيب يا رب لما تبتليني بدلاً من أن تكشف عني ضيق الرزق ابتليتني بلاءً آخر ماذا فعلت؟ هنا يبدأ الغضب والسخطة على الله عز وجل ولا يظهر من داخلك ولكن إذا علمت أن الله يحب أحبك وأحب أن يسمع دعائك ولكنه أحب أن يرفع منزلتك عنده فابتلاك بهذا المرض بما أنك دعوت الله وبدأت بالتقرب من الله فكلما تقربت أكثر الله يحبك أكثر وبالتالي أراد الله أن يرفع منزلتك عنده فابتلاك بهذا المرض طيب هذا المرض ماذا فعلت أنت الآن؟ عندما تعلم ذلك سترضى وستقول يا رب أنا رضيت بهذا البلاء ويا رب اكشف عني الضر وسأبقى أدعوك مهما بلغت من البلاء بعد فترة تجد أن الله قد يصيبك أيضا ببلاء آخر ظلم تتعرض له من أهل بيتك أو أذى تتعرض له من قريب لك أو في عملك أو حتى من أقرب الناس إلي طيب هنا يبدأ الشيطان يتدخل يقول لك أنظر لو كان الله موجودا لا استجاب دعائك لماذا تدعو الله والبلاء ينزل أكثر في هذه الحالة أخي الحبيب يجب أن تنظر إلى البلاء على أنه هدية من الله لك عندما تقربت إلى الله أكثر بقلة المال وعندما مرضت الله بلغك منزل عالي عنده في البلاء الثالث أراد الله أن يغفر لك ذنوبك أن يطهرك من الذنوب فابتلاك بالظلم أو بالأذى هو التطهير لأنك تتقرب من الله وكلما تقربت أكثر يزداد البلاء أكثر وهذا منطقي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا نحن إذا أردنا أن ننظر مادية دنيوية نقول هذا الظلم ولكن الله عز وجل يريد أن تصل إلى مرحلة الرضا الكامل فعندما تصل إلى هذه المرحلة على الرغم من عشرات الإبتلاءات التي أصابتك فأنت الآن أخي الحبيب وصلت إلى رضا الله فلا يضر كما فعلت بعد ذلك عندما تصل إلى المرحلة العالية جدا من الثقة بالله والرضا عن الله سيرضى الله عنك صدقني في هذه اللحظة ستفتح أمامك أبواب الدنيا سيكشف عنك الضر وتأتيك الدنيا راغمة قانعة وسوف يزداد رزقك وهذا عن تجربة أخي الحبيب واسأل من خاض تجربة الرضا عن الله عز وجل رضي الله عنهم ورضو عنه هذه الآية إذا فهمتها بهذا المعنى سوف تصل إلى مرحلة صدقني بعدها ستكره المعصية ستصبح هناك علاقة بينك وبين الله علاقة خاصة جدا تنادي هذا الإله العظيم فيستجيب لك على الفور بما يحقق مصلحتك وعندما تدعوه في أمر ما ويتأخر تستيقن أن هناك خيرا ما ينتظرني لذلك الله أخر عني الاستجابة إذن هنا خلاصة هذا اللقاء أخي الحبيب عندما تدبرنا هذه الآية وعودنا نفسنا على ثقافة الرضا عن الله مهما حدث واعتقدنا أن الله لا يريد لنا إلا الخير ووصلنا إلى هذه المرحلة رضي الله عنهم ورضوا عنه وعودنا أنفسنا عن الرضا على الله الرضا عن الله الرضا عن البلاء الذي يأتينا من الله الرضا عن كل شيء يحدث معي ابتغاء وجه الله الصبر ابتغاء وجه الله الرضا بقضاء الله ستشعر بمتعة غريبة جدا في هذه المرحلة أنا أسميها متعة الإحساس برضى الله عنك تشعر أن الله راض عنك وبالتالي فعلا لا يضر كما فعلت وسوف تتذوق لذة البلاء البلاء له لذة عندما تصبر ابتغاء وجه الله وتدعو الله بإخلاص وتقول يا رب أنا سأصبر ابتغاء وجهك المهم أن تكون راض عني فأنا راض عن كل شيء يصيبني ما دمت أنت صاحب البلاء وصاحب الضر وأنت القائل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأنت القائل على لسان سيدنا إبراهيم وإذا مردت فهو يشفين وأنت الذي قلت رضي الله عنهم ورضوا عنه لذلك أخي الحبيب عود نفسك عن الرضا عن الله عز وجل عود نفسك على عادة الرضا عن الله وبلاء الله وما أصابك في كل شيء في هذه الدنيا فستجد أن الله سيرضيك يوم القيامة إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يرضينا جميعا يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق